إذن دعنا نبدأ معك من صحيفة الرأي العام وفيها نقرأه البشير يزور القاهرة اليوم يقوم رئيس الجمهورية عمر البشير بزيارة عمل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد تستغرق يوما واحدا يجرى خلالها مباحثات مشتركة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقالت بكارة السودان الرسمية للأنباء سونة أمس السبت أن الزيارة تأتي في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتين البلدين الشقيقين وجهودهما لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وأكدت أن المباحثات بين الرئيسين البشير والسيسي ستتطرق إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت بالخرطوم في اكتوبر الماضي وتتعلق الاتفاقيات بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبناء التحتية والاستثمار إذن هي زيارة جديدة للرئيس البشير إلى القاهرة أستاذ مالك فما هي الشواغل الحاضرة في هذه الزيارة أجندة الزيارة ذكرت طبعا في الخبر وتبدو زيارة الرئيس البشير إلى مصر عادية لو سحبنا الظروف التي يعيشها السودان حاليا لإحتجاجات والمظاهرات فلو سحبت هذه الأحداث من السياغة الزيارة عادية بل أكثر من عادية لأنها تكون ردا على زيارة قام بها المشير عبدالفتاح السيسيلة والتذكورين وإذكروا السادة المشاهدين وآخر العام الماضي كان زار الخرطوم بل زار الخرطوم على مرتين وكان فيها نفس الأجندة قضية الربط الكهربائي بين مصر والسودان قضية التجارة قضية الحدود قضية المعدنين قضية السلع الغذائية المصرية ودخولها قضية العلاقات التجارية بصورة مجملة وهكذا لكن الآن السودان طبعا يمر بظروف في احتجاجات زاد طابع شعبي ويعني واضح أنه مصر من الدول اللي وقفت وكفة مساندة للسودان في هذا الضخف الحساس ونالت شهادة شفهية واضحة من السيد الرئيس الجمهورية خلال عدد من اللقاءات الجماهيرية خصى مصر بالذكر على أنه من الدول اللي ساندت السودان ووقعت معه في خلال هذه الأزمة وبالتالي باستصحاب هذه الفرضية بيكون الزيارة فيها نوع أيضا من الامتنان والشكر للقيادة المصرية اللي نحت جانبا خلافات السياسية المعروفة أو نقاط الخلافة المعروفة بين الخطومة الغاهرة وفضلت تنتقف بقوة مع السودان في محنة الحالية وزي ما رئيس البشير أيضا شكر قطر ودولة الإمارات العربية والصين فمن هذه الزاوية ممكن أن نقرأ أيضا الزيارة إنه في ملفات زاد طبيع اقتصادي أيضا زاد بعد سياسي وخاصة الزيارة يعني يوم واحد يعني هو المفترض أنه بناء على الأجندة الكثيرة المطروحة ربما يعني يومين بيكون مناسب والخبر طبعا ما أتى على ذكر الوهد المرافق للسيد الرئيس الجمهوري لأنه النقاط اللي ذكرت الآن تستلزم وجوده زراء مختصين أو كلاء معه بالزيارة نعم أستاذ مالك يعني كانت الزيارة بعد سابقة لها للبشير إلى قطر وفي ذلك الحديث لزيارة مرتقبة إلى الكويت أيضا هل يمكن لربط هذه أو وجود ربط أو سلك ناظم لهذه الزيارات مع بعضها البعض طبعا ما ممكن تكون مبعثة أيضا بعدين في نقطة أيضا مهمة أحيانا الوضع الداخلي يضغى بحيث أنه يكون هو العامل المهم في تفسير الزيارة الزيارة لكن أيضا لو سحبنا العامل الداخلي السيد الرئيس الجمهوري كان قام بزيارة إلى سوريا كانت مفاجئة وكانت زيارة شغلة العالم العربي بل حتى العالم الخارجي لأنه تعتبر أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا بعد الأزمة التي اندلعت في سوريا ومستمرت البعض يفتكر أنه كان من المفترض أنه زيارة الرئيس إلى سوريا تستكمل بزيارات أخرى للدول العربية لشرح الخطوة نفسها لمحاولة إدخال سوريا إلى النادي العربي إلى جمعة الدول العربية مرة أخرى فالجندداء أيضا لن يكون غائبا بالتالي يمكن النازمة التي تسألت عنه قصة أنه حيزور الكويت وزار قطر وزار وحيزور اليوم مصر وربما الإمارات العربية المتحدة داء أيضا أنا أفتكر أنه من المناسب أن ندخل القضية السورية في هذا يمكن أن يكون هذا الملف حاضر في قمة السيسو البشيرة اليوم أفتكر نعم إذا بحثنا عن نازم لهذه الدول ليس بالضرورة أن كل الموضوع عن السودان ربما يكون الأمر السوري موجود إذا بحثنا عن نازم للخطوات أو الزيارات التي سيقوم بها الرئيس إلى الكويت وإلى الإمارات والتي قاموا بها إلى قطر واللي مقرر أن يقوم بها الآن إلى دولة مصر الشقيقة السودان يمر بضائقة اقتصادية معروفة ومعيشية لكل الدول العربية هل يمكن أن تشمل هذه الزيارة أيضا مناقشات حول دور مصر يكون واضح في حال حالة هذه المشكلة الداخلية الاقتصادية لسودان عبر التكامل الاقتصادي بين البلدين؟ أنا أفتكر أن هذا سؤال مهم لكن يجب أن لا يكون سؤال أزمة سؤال رصيد لأن الحديث عن تعاون والتكامل والحريات الأربعة الحريات التملك والعمل والإقامة والتنقل وغيرها دمنا الأشياء المفترض بحكم خصوصية العلاقات بين السودان ومصر بحكم تاريخية هذه العلاقات وبحكم التجارب اللي دخل فيها السودان ومصر في قضية أن يكون في برمان واد النيل وإزاعة واد النيل ومعاملة تقترب من قضن يعني معاملة السودان في مصر إلى قريب من المواطن يعني هذه الأشياء يجب أن لا نبحث عنها في خضم الأزمات يجب أن تكون موجودة على طول المدى بمعنى أن تكون العلاقة بين مصر والسودان علاقة يعني فيها الحريات الأربعة ماثلة وشاخصة قضية التكامل الزراعي التي تتكلمت عنه تكون موجودة دي لو اتعاملت لأنه مصر أيضا يعني أيضا تواجه يعني النزر نزر الأزمة الاقتصادية واجهتها بالفعل يعني قضية الأزمة في الخبز مصر واجهتها عندها إشكال أيضا في قضية التمد السكان الكبير أكثر من 100 مليون والرقعة الزراعية محدودة والرقعة الجغرافية محدودة فبالتالي البلدين في حاجة أن يستفيدوا من بعضهم البعض الحكومات تذهب وتأتي لكن أفتكر الدول يجب أن ترسي نظام من شأنه أنه يتيح حياة كريمة للشعبين في مصر والسودان دعنا نتحدث أستاذ مالك عن سياسة مصر الاقتصادية ومصر نالت ثقة أو إشادة من صندوق النقد الدولي فيما يقص السياسة الاقتصادية لديها هي سياسة اقتصادية أدت إلى استقرار اقتصادي كبير جدا في مصر بعد فترة من الغلاء وجنون للعملات الأجنبية في مصر تحديدا هل يمكن أن تستفيد السودان من هذه التجربة من مصر فيما يخص السياسة الاقتصادية كل التجارب الاقتصادية كل التجارب السياسية كل التجارب الإنسانية هي متاحة لأي دولة تستفيد منها يعني ما بالضرورة أن نستقف عند التجارب المصرية التجارب كثيرة جدا جدا وكلها بتدل على أنه حسن الإدارة حسن التخطيط حسن التنفيذ والمتابعة والعامل الخارج أيضا مهم لأن مصر لديها علاقات مهمة جدا نعم يعني تستطيع أن تتحصل على قروض ومساعدات ومنح كل هذه العوامل من المقترضي أنها تكون في الحزبان نعم بحيث أن السودان يستفيد من هذه التجربة في قضية العبور من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها بل مجرد العبور في عدم الوقوع مرة أخرى في أزمة الاقتصادية مثل التي نقع فيها الآن فبالتالي الاستفاءة من مصر لديها تجربة جيدة تركيا لديها تجربة ممتازة يعني معظم الهند لديها تجربة في قضية شحسيولة الصين كانت تجربة في العبور من الدولة كانت على حافة المجاعة حتى الكلام ذلك كان في الستينات والخمسينات إلى الآن دولة تقريباً هي الثانية وفي واردة تكون الأولى والبرازيل وأيضاً حد مهمة جداً هناك تجارب شاخصة لسقوط الدول والانهيار الدول اقتصادياً وسياسياً والسعيد من التعظى بغيره والشقيه من التعظى الناس به يعني لا بد أنك تنظر وتتأمل في كيف أن الدول تعبر من الأزمات كيف أن الدول تقع في فخ الأزمات ولمس إلى الشاخصة طبعاً لمن أراد أن يتذكر أو يراد أن يتعز هو المنطوف من يخص السياسات الاقتصادية في السودان أستاذ مالي